موسيقى وحدث طبعا ما جعله يرتد عن إيمانه ويترك مسيحه طبعا هناك حروج من الشيطان باستمرار تشكك الإنسان في قوة ومحبة الرب يسوع المسيح وأحيانا يستخدم بعض الأشرار هذه الأمور اللي بتضغط على الإنسان ربما مرة بالتهديد ومرة بالوعيد مرة بإغراءات العالم ومرة بمخاوف العالم وكلا هما شوك بيخنق النبتة اللي طلع زي ما قال السيد المسيح له المجد في مثل الزارع ارتدد يسكوروس عن إيمانه بسيد المسيح له المجد ربما بسبب المخاوف أو ربما بسبب أمجاد العالم الباطل أي أن كان السبب هو ترك السيد المسيح له المجد طبعا زمان ما كانش الكومنيكيشن والاتصالات والإعلام سهل كده كانت له أخت في فيوم سمعت هذا الخبر عن ترك أخوها للمسيح بس ربما بعد فترة طويلة جدا كاتبت له أو بعثت له رسالة وقالت له فيها نفس الكلام اللي كانت قالته زمان القديسة دميانا الشهيدة لولدها الوالي ماركوس قالت له كنت أتمنى أسمع خبر موتك عن خبر ارتدادك أو تركك لشخص ربنا يسوع المسيح له المجد دي آخر مكاتبة بيني وبينك وما تنتظرش مني أي مكاتبة أنا الحقيقة إن كنت النهاردة بحتفل بديسكوروس أنا بحتفل بأخته هي كمان بطلة هي كمان قامت بدورها ربما كل إنسان فينا ساعات يتقاعز شوية عن دوره أو يقول أنا مالي دا مش دوري دا دور الكنيسة دا دور أبونا دا دور خدام الكنيسة كل واحد فينا ليه دور وإذا إنسان استطاع أن يرد إنسان عن طريق ضلاله بيخلص نفسه من الموت وبيستر كثرة من الخطايا زي ما قال القديس يعقوب الرسول وده اللي حدث بالزبط لما أخته اللي كانت مقيمة في فيوم بعثت له المكاتبة دية وأثرت فيه وبكى بكاء مر لدرجة أنه نتف لحيته وابتدى يبكي ويندم ويتوب بطريقة جميلة فيها إنسحاق حقيقي وكأنه كان مغيب عن العقل ورجع تاني إلى رجده إلى عقل عجبني أنه في تصرفاته كمان زائد بكاء وندمه أنه ربط نفسه بزنار الزنار دا اللي هو بيبقى الشريط الأحمر اللي بنربط به الطفل المعمد بعد المعمودية مباشرة ولما بنلبسه ملابس بيضاء بنربط زنار أحمر كده علامة فداءه بدم السيدة المسيح والزنار دا اللي دلته رحاب الزانية زمان من صور أريحة علشان يكون علامة خلاصها وبالفعل دا كان سبب لنجاتها وخلاصها في هذه المعركة أو هذه الموقع اللي دارت في أريحة في القديم ذهب ديسكوروس إلى الوالي وهناك اعترف بإيمانه بصلابة وقوة حاول الوالي وآخرين أن يثنوا بأي طريقة أو بأي وسيلة عن اعترافه بإيمانه بالمسيح لأنه كان تركه قبل كده لكن رفض أبدا وقال ولدت مسيحيا وعشت مسيحيا وسأموت مسيحيا مهما كانت النتائج أو المصير لم يخوفوا هديد أو وعيد سمع عن العقاب المرسوم ليه وكان العقاب عبارة عن حفر جب كبير جدا أو حفرة كبيرة جدا ويوقت فيها نار ويلقى في النار ربما تذكر هنا التلات فتية القديسين اقعد خافوا من الحفرة اللي فيها أتون نار لأن هناك موجود ابن الله لما بص نبوخ النصر قال أنا شايف رابع احنا رمينا تلاتة فيه واحد تحت اسمه ابن الأله ربما أتون النار اللي الناس اللي بيرموا الشخص فيه يحترقوا من لهيبه لا يمس رائحة النار سراويلهم أو ثيابهم ربما كنا أول مرة نسمع عن التكيف أو الإير كونديشن في أتون النار في حادث الفتية لما قال تحول إلى ندى ماء بارد حفروا له الحفرة وحموها بالنار وألقوا فيها وكان مكانه تبعا في السماء مع السيد المسيح والشهداء والقدسين بنحتفل بعيده في كل سنة في يوم ستة برامهات بركاته المقدسة تكون معنا وسيرته المقدسة تنفع حياتنا كلنا والمجد لله دائما أبديا أمين